اذا ضربت فأوجع فإن العقبة واحدة هكذا بدأ أن المقاومة الفلسطينية تعاملت مع اعتداءات الكيان الصهيوني ففي ظرف يومين تحول الكيان إلى مكان غير آمن وتكبد خسائر اقتصادية كبيرة بعد أن قلبت عدة صواريخ المعادلة وأدخلت تل أبيب في حياة استنفار عام مرعوبة لتعرف كيف تخرج من ورطتها بالاعتداء على الأماكن المقدسة عند أكثر من مليار مسلم فضلا عن أهالي الأرض الفلسطينيين صحيفة الجارديان تعز التمادي الصهيوني إلى التحريض الذي لقيه بن يمين نيتنياهو من الرئيس الأمريكي السابق ترامب وتأمل أن يقوم بايدن بمعالجة الأمر وينبه سلطات الاحتلال إلى أن ما تقوم به من استفزاز العالم الإسلامي والعربي له عواقب وخيمة تؤكد صحيفة الجارديان أن الخطط الصهيونية لطرد مئات الفلسطينيين من منازلهم التي عاشوا فيها منذ عقود في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة ومنحها للمستوطنين أمر غير مبرر وهي انتهاك وصفته هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأنه يرقى لكونه جريمة حرب واعتبرت الصحيفة أن الوقود الذي أشعل المواجهة الحالية عمره عقود من المظالم المتراكمة ضد الفلسطينيين فمشاعر الغضب بسبب الاحتلال وممارساته تزداد عمقا بمرور الوقت اتساع رقاة الاحتجاجات في بلدات الداخل الفلسطيني المحتل ليكشف عن مدى عمق الغضب من جراء الظلم المتراكم من السلطات الصهيونية بحق الفلسطينيين والذي دفع منظمة هيوم الرايسووتش إلى التأكيد أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الفصل العنصري فلسطين الآن في دائرة النظر الدولي إعلاميا وسياسيا وكأن القضية التي ظنت ألة التطبيع أنها طويت عادت لتصدر المشهد من جديد وتؤكد أن الثابت في صراع الحق مع الباطل لا يمكن تغييره ولا تزويره ترجمة نانسي قنقر